ازايكم عاملين يا رب تكونوا بخير في الفيديو النهاردة ان شاء الله واخيرا هنعمل سلسلة تعلم برمجة روب لوكس بما ان اول فيديو في السلسلة عجبكم فان شاء الله احتمال كبير ان السلسلة دي تستمر في الفيديو الاول شرحت لكم واجهة الاستوديو وعلمتكم اساسيات التصميم في الاستوديو فلو انت حابب تكون مصمم ياريت تشوف الفيديو ده لانه هيفيدك قوي اما لو عايز تكون مبرمج فكمل الفيديو معايا الاخر عموما الفيديو مهم للفئتين طبعا في الاول خلونا ناخد مقدمة بسيطة عن الفيديو لان البرمجة مش قرار منك وانك عايز تبرمج فهتبدأ تبرمج لانك لازم كمان تسأل نفسك ايه الفايدة من اللي انت هتعمله ده هل انت بجد من جواك عايز ده ولا ده مجرد شغف بس وهيختفي بعدين فتحديد الهدف من اللي انت هتعمله ده شيء مهم جدا غير كده كمان تعلم البرمجة مش هياخد يوم او اتنين لان ده ببساطة جدا هيعتمد على شغفك لو انت شغوف وبتحب ده هتلاقي ان الموضوع سهل جدا واحتمال كبير انك انت تتعلم في وقت قريب جدا روبلكس بالمناسبة بتستخدم لغة اللوة وما تبقاش زكي وتروح تبحث تعلم لغة اللوة لان ببساطة شركة روبلكس عدلت على اللغة دي كتير قوي فاللغة العادية مش هتلاقيها زي اللغة دي ابدا وهتلاحظ كمان لعبة ام تي اي بتستخدم اللوة كمان وهي كمان معدلة عليها هتلاقي ان ما فيش اي شبه ما بين اللوة بتاعت ام تي اي واللوة بتاعت روبلكس لان كل شركة منهم معدلة علي النسخة بتاعتها فدي حاجة كمان لازم تفهمها ودلوقتي بعد ما خدنا المقدمة دي وعرفتك ان انت لازم تختار هدفك وشرحت لك قصة لغة برمجة لعبة روبلكس او اللغة اللي الستوديو بيستعملها يعني انت كده جاهز ومهيئ انك انت تبدأ السلسلة دي اول حاجة انت محتاج تعملها طبعا هو ان انت تتحمل الستوديو اسهل ما يكون ببساطة جدا انت محتاج تكون على الكمبيوتر او اللابتوب وقبل مناسبة ما فيش اي طريقة ان انت تبرمج على التليفون او الايباد كمان المهم بعد ما تفتح المتصفح هتروح من فوق كده وتيجي بعد روبلكس دوتكم وتحزف الكلام اللي بعد لسلاش المهم يعني بعد لسلاش ده هتكتب create نفس الكلمة اللي موجودة فوق دي هتكتبها هنا هيظهر لك الصفحة دي ببساطة شديدة جدا انت محتاج بس تدوس على start creating ولكن هتعمل الخطوة دي لو انت مش عندك للستوديو اصلا يعني زي ما شايفين بيقول لي انت عندك للستوديو هل انت محتاج تفتحه ولا لا ولكن لو مش عندك للستوديو هيظهر لك دي بس هتدوس على download studio وهتلاقي ان بدأ تحميل بدون اي مشاكل فاحنا عشان معنا للستوديو هنفتح للستوديو على طول ومن اول ما تفتحه كده هتلاقيه بدأ يحمل وهيوديك بالتحديد على الوجهة دي لبعا دي الوجهة البسيطة بتاعت للستوديو اللي بيقولك فيها افتح المشروع اللي انت عايزه مثلا من خانة new هنا عندنا ان انت تقدر تختار templates جهزة وتعمل بيها لعبة ولكن زي ما قلت قبل كده وهقول تاني templates دي ما تعملش بيها ابدا لان كده مش هتكون تعبت في اللعبة وكمان مش هتكون لعبة اصلا لان دي حاجات رخيصة كده كمان لو انت عندك لعبة وعايز تعدل عليها هتروح عند my games دي فيها الالعاب اللي على حسابك اما لو انت معك group وعايز تعدل فيه فهتلاقي في ال group games هنا كل الالعاب لجروب مثلا هتلاقوا الالعاب اللي انا عاملها هنا لو خيروك وانسا يربح المليون وحاجات زي كده كمان فيه خانة تاني ان انت لو عايز تدخل مع لعبة صاحبك عاملها وبعتلك دعوة ان انت تدخل معها هتروح عند shared with me وهتلاقي الالعاب اللي صاحبك عاملك فيها مشاركة حلو بسيط قوي لبعا احنا عايزين نعمل مشروع جديد لان ده اللي هنبدأ نتعلم فيه فانا عن نفسي بفضل ان انا اختار base blade دي هتلاقييني بدأ يحمل وهيفتح لك مكان فاضي خالص كده مفيش فيه اي حاجة الا بتاعت ال respond دي كده حلو كده انت فتحت الستوديو وعملت مشروع جديد وجهت الستوديو طبعا بسيطة هعرفكم عليها بسرعة كده من فوق مثلا عندنا select, move, scale و rotate دول ببساطة جدا لو عايز تحرك ال part فانت هتختار move وعد كده هتحدد ال part اللي انت عايزه تقدر تحركه في اي مكان او من غير ما تختارها عموما تقدر تحركه في اي مكان اما لو عايز تكبره فانت هتدوس على scale وعد كده هتختار ال part وتقدر تكبره براحتك جدا وكمان عندنا حاجة اخيرة وهي ال rotate دي اللي بتلف ال part زي ما اتفقنا في اي اتجاه انت عايزه طبعا حلو كل ده موجود في فيديو تصميم اللي قلت لكم عليه فانت لو ما تعرفش الخطوات دي روح شوف الفيديو انا انصحك بجد ان انت تشوفه لو عايز تضيف part جديد هتدوس ببساطة على part اللي فوق دي هيضيف لك part هنا ولكن فيه اشكال تاني كمان مثلا لو تقدر تفتحها هنا هتلاقي يظهر لك القائمة دي عندك سفير ووج وكورنار ووج وسيلندر مثلا سفير دايرة وسيلندر شكل اسطواني كده والبلوك هو البلوك العادي ده فتمام احنا مش محتاجين دول دلوقتي يعني احنا محتاجين بس البلوك ده ده اللي هتصمم بيه على الاغلب هتلاقي كل الحاجات اللي فرو بلوك متصممة من وجرد بلوك كده يعني انت هتقدر تعمل بيه اشكال وتصميم زي كده ولكن طبعا مش اغلب التصميم بتكون بدها لان فيه ناس بتعمل تصميم ببلندر وده برنامج بتاع 3D وحاجات كده ومستوى متقدم اوي فخلينا في الستوديو هنا كمان عشان تتعرفوا على الواجهة اكتر واللي بالمناسبة لو فيه حاجة من اللي الظاهرين عندي مش ظاهرين عندك هتروح عند الفيو من فوق وهتلاقي كل الحاجات دي مثلا اللي هتلاقيهم متفعيلين دايما هم التول بوكس والبروبرتز والاكسبلورر وعشان عرفكم عليهم بكل بساطة كده وبسرعة عندك التول بوكس ده اللي هيكون فيه ادوات الناس نشراها تقدر تاخدها منهم مثلا هنا في سورد او سيف يعني اقدر استعمله بكل بساطة او جسر مثلا وحاجات زي كده ولكن طبعا احذر لما تاخد حاجة من دول لان مبدئيا كده لما انت تعمل لعبة كلها من الفري موديل او التول بوكس واللي بالمناسبة كل حاجة هنا اسمها موديل فلما انت تجيب حاجة من التول بوكس ده وتحطه في لعبتك هيكون اسمه فري موديل ومش انت اللي عامله يعني الحاجات دي طبعا بتكون مكشوفة والناس بتعرفوا وهيكون شكل اللعبة مش حلو فانا انصحك ان انت تتعلم وتعمل حاجات بنفسك الا الحاجات طبعا اللي لازم تاخدها او انت مثلا مش هتقدر تعمل زيها عندك مثلا الـ HD admin ده اللي بيديك admin في اللعبة وهكذا يعني في اكتر من حاجة في حاجات كتير قوي في التول بوكس ده كمان عندك خانة البلاجنز او اكتر من خانة عندك الاوديو فيها الاسوار images فيها صور matches دي فيها الاشكال اللي هتلاقيها الناس بتصنعها من البلندر فيه اشكال كتير الناس تصنعها من البلندر كمان عندك الفيديوز دي هتلاقي فيديوهات الناس نشراها يعني او روبلوكس اللي نشراها تقدر تحطها في اللعبة بتاعتك برضو خانة البلاجنز دي مهمة قوي هتلاقي فيها بلاجنات مهمة جدا واللي بالمناسبة هتكون فيه فيديو عن بلاجنات هتساعدك قوي في روبلوكس فانتظروا قريب حلوة تعرفنا على التول بوكس بقي عن ديلان الاكسبلورر واللي هتلاقي فيه كل حاجة في الماب بتاعك عندك الوركس بيس ده اللي فيه كل حاجة هنا حكتين اسسيين وهم الكاميرا والتيرين انت مش مهم تعرف التيرين دلوقتي الكاميرا دي هي الكاميرا بتاعت اللعب اللي بيشوف بيها وزي ما انتم لاحظين كل ما بحرك الكاميرا عندي الارقام دي بتزيد وتونقص فمعناها ان الكاميرا دي هي الكاميرا اللي انا شايف بيها عندك هنا الاسبعون لوكيشن وده اللي موجود هنا طبعا والباس بليد ده المكان الكبير ده حلو يعني الوركس بيس كل الحاجات اللي موجودة هنا او كل الحاجات اللي ظهرة هنا عندك مثلا البليارز المكان ده اللي بيكون فيه موجود كل اللعبين تمام حلو مثلا عندك اللايتين دي بتاعة الاضاء تقدر تعدل في الاضاء وكده بقى الحاجات مش شرط ان احنا نتعرف عليها دلوقتي نيجي بقى للبروبيرتز ودي هيكون فيها الاعدادات بتاعة الحاجة اللي احنا عاملينها سيلكت مثلا لسباون دي لو عملت لها سيلكت او اخترتها كده او دست عليها يعني هتلاقي الاعدادات بتاعتها كلها ظهرت هنا اللون مثلا اقدر اغير اللون اقدر اخفيها او اتحكم في الشفافية بتاعتها اقدر اعملها ريفليكت او خليها بتعكس كده بالشكل ده كانها مراية يعني اقدر اغير الاسم بتاعها اقدر اغير الحجم من هنا وفي اعدادات كتير طبعا الموضوع ده منطبق على كل حاجة في اللعبة مثلا لو جيت عند البلايرز هتلاقي هنا اعدادات للبلاير نفسه او اللعب نفسه مثلا عندك الريسبون تايم او اللعب لما بيموت يقعد قد ايه عشان يعمل رسبون هنا موجود ثلاث ثواني فاللعب لما يموت هيقعد ثلاث ثواني وبعد كده شخصيته هترجع تاني وكده هتلاقي اعدادات كل حاجة نتعمل لها select فتمام اتعرفنا عن الواجهة اخيرا هبدأ دلوقتي اعرفكم على السكريبتات الموجودة في رو بلوكس وايه الفرق ما بين انواعها هنا عندك server script service ودي هنحط فيها السكريبتات تقدر تحط نفس السكريبت ده في الworkspace ما فيش اي مشكلة ولكن ما نصحش اي حد يحط سكريبت في الworkspace الا لو كان السكريبت جوا موديل طبعا وده كلام ما تركدش فيه اللي ان انت هتعرفه بعدين غير السكريبت ده فيه كمان حاجة اسمها local script ودي هتقدر تعملها في starter gui او starter back او starter player اللي بيهمنا احنا التلاتة دول وبالاخص starter gui لو جيت عند الزائد اللي هنا واللي بالمناسبة هو اللي تقدر تضيف بيه الحاجات يعني وهنا هتلاقي حاجات كتير تقدر تستعملها يعني ولكن الروبلوكس بتحط لك من فوق اكتر الحاجات اللي لناسبة تستعملها فهنلاقي هنا local script طب ايه الفرق ما بين الاثنين ايه الفرق ما بين الاسكريبت والlocal script مبدئيا الlocal script ما تقدرش تحطه في server script service وهقول لكم ليه دلوقتي ولكن عايزكم تعرفوا ده وكمان ما تقدرش تحطها في الworkspace طب يا ترى ليه ببساطة لان في حاجة اسمها client وحاجة اسمها server site عندك الclient هي الجهة بتاعت اللاعب اللاعب فقط يعني مش السيرفر كله يعني لو جينا هنا وضفنا part مثلا وحنا مشغلين اللعبة كده كده الpart ده في الclient site ظاهر عند اللاعب ده بس لو جينا هنا وغيرنا المنظور للسيرفر سايد هتلاقي ببساطة ان الpart مش موجود ابدا طب يا ترى لو ضفنا part في السيرفر سايد هنا وارجعنا تاني للclient site هنلاقي ان الpart ظاهر تمام يعني الclient site ده بيتعامل مع اللاعب ولكن السيرفر سايد بيتعامل مع كل السيرفر مش مجرد لعب معين او مجموعة من اللاعبين يعني ببساطة الlocal script ده بيتعامل مع اللاعب او مجموعة من اللاعبين ولكن السيرفر بيتعامل مع كل السيرفر فده الفرق اتمنى ان انتو فهمتو ولو ما فهمتش عادي بسيطة جدا هتتعرف على الموضوع ده اكتر مع الفيديوهات الجاية مع تطبيقات عملية طبعا فروقات تاني كمان ان انت تقدر تتعامل مع اللاعب يعني مثلا عندي الlocal script لو جيت وقلت مثلا game الجيم ده امر فيجيب لك كل الحاجات اللي في الاكسبلور احنا لما كتبنا game كده احنا في الاكسبلور لو جينا عملنا dot هتلاقي يظهر لك كل حاجة موجودة في الاكسبلور هنختار مثلا dot players لو دست dot تاني هتلاقي يجاب لك حاجة اسمها local player دي بتتعامل مع اللاعب ما تقدرش تعمل الحركة دي مع السيرفر سايت بل انك تقدر تتعامل مع كل اللاعبين في السيرفر سايت مش لعب معين فده فرق كمان فده كان فيديو النهاردة وتعلمنا ازاي نحمل الستوديو وشرحت لكم الواجهة بتاعت الستوديو وعرفت ان الفرق ما بين الكلاينت والسيرفر سايت ده فيديو النهاردة وان شاء الله السلسلة هتكمل ولكن على قناتي التانية واللي لحد ما الفيديو ينزل هتكون جاهزة ان شاء الله هتلاقي رابط القناة في التعليق المثبت يريد تشترك فيها عشان تشوف كل الفيديوهات بتاعت البرمجة لانها هيكون فيها سلسلة كاملة عن تعلم البرمجة لو وصلت لحد هنا يريد لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني واكتب لي تعليق برأيك في الفيديو ولو في اي مشكلة واقع هتك اكتب تعليقها حول ساعدك ان شاء الله المهم انا محمودة وهين توكس وده فيديو النهاردة سلام